ايزا اقول رسالة بسيطة للناس بلاش نلجأ للاستدانة مشي حياتك بامكانياتك اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرك انك تقش بيه ايش بيه خد الحياة سهلة وبسيطة ما عنديش مشكلة انك تروح تستدين علشان تتعلم او علشان تعلم ابنك او عشان تعلم بنتك لكن المشكلة انك تروح تستدين علشان تشتري طاقم صيني ولا طاقم مش عارف ميلميني ولا طاقم ايه بتلت اربع تلاف جنيه وانت مرتبك تمنمائة تسعمائة جنيه هي دي المشكلة المشكلة ان احنا بنغرق نفسنا بالديون وبعدين مواردنا مش قادرة تسد وبعدين بتضيع حقوق الناس سواء كان تاجر او واحد انا اقتردت منه او انا في شغلي خدت قرض وبعد اسدي فيه طب ما انا مش عارف اماشي بيتي فبالتالي بروح اشتكي لقرايبي واقترد منهم او لاصدقائي واخد منهم نعمل ايه بتلاقي نفسك غرقت في هموم الديون ممكن يوصلك الامر في النهاية طب خلاص بقى انا مش دافع حاجة من اللي علي وسجنوني ولما تسجنوني انا جوه هاكل وهاشرب وهتصرف علي ونبدأ بقى نفتح بقى باب كبير قوي لان احنا نضايع حق الناس ونفضل احنا عايشين بهم وزل ونقل من قيمتنا في وسط المجتمع علشان ايه علشان شوية عادات وتقاليد في حياتنا محتاجين ان احنا نغيرهم